تتواصل لفعليات اليوم الرابع للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بالعاصمة الإدارية الجديدة تضم فعليات اليوم الرابع مجموعة من الجلسات وورش العمل التي تناقش العديد من الموضوعات منها الابتكار في مقرئيس التنمية البشرية استخدام البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في تتبع تقدم التنمية ومكافحة السمنة واعتماد نمط حياة خالم من التبغى ويعادة تصور مستقبل العمل ورأس المال البشري ويعادة تأهيل القوى العاملة ورفع مهارتها وتحويل نظام الأغذية الزراعية من أجل صحة السكان فضلا عن مناقشة القدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية إنه لمن دواعي صروري أن أكون حاضرا في هذا المؤتمر كممثل لصندوق الأمم المتحدة للسكان وأن أكون جزءا من هذه اللحظة المهمة جدا حيث يأتي هذا المؤتمر بعد مرور ثلاثين عاما على قيام مصر بتنظيم المؤتمر الدولي للسكان والتنمية على أرضها وقد حدث الكثير منذ ذلك الحين خاصة في مجال السكان والتنمية لهذا المؤتمر أهمية كبيرة في تبادل الأفكار ووجهات النظر مع العديد من العلماء والباحثين والشباب والممارسين ليس من مصر فقط ولكن أيضا من المنطقة والعالم وأعتقد أن هذه ربما تكون أهم مساهماتنا كأمم المتحدة وهي خدمة الدول الأعضاء لدينا بأفضل ما نستطيع من خلال مسؤوليتنا في عقد مثل هذه الاجتماعات حيث تسهم تلك المناقشات في تبادل المعرفة والأفكار الفنية هذا ما فعلته مصر طوال تاريخها لتكون مركزا لتبادل الأفكار والتعلم منها أعتقد أن هذا المؤتمر هو من أهم لحظات التبادل والتعلم والتعاون بين الدول أنا محظوظ جدا لوجودي هنا يقوم المؤتمر على ثلاث ركائز هي الصحة والسكان والتنمية البشرية ويعمل الاتحاد الأوروبي على جميع الركائز الثلاث وفي مجال الصحة دعمنا قطاعات الصحة المصرية لسنوات ونقوم بإنشاء عيادات في المناطق الريفية كما قدمنا كثيرا من الدعم للسلطات المصرية بعد ما حدث في غزة قدمنا الكثير من المساعدة للقطاع الصحي والإرشاد ما يسمح للقطاع الصحي بمواصلة علاج المصريين مع تقديم المساعدة أيضا للمصابين الذين وصلوا إلى مصر بالنسبة للسكان تعد هذه القضية من القضايا الصعبة ولكن مصر لديها استراتيجية سكانية ندعم تنفيذها عندنا الكثير من المؤسسات في مجال الصحة أعضاء داخل التحالف الوطني سواء في جمعي العامة ومجلس الأمناء بنشتغل على مبادرات كثيرة سواء للصحة البدنية أو للصحة النفسية كل هذه الأنشطة اللي بتقوم بها هذه المؤسسات منظمات المجتمع المدني بتجد منها شراكة أيضا إن هي تطرح مبادراتها تشتغل مع الحكومة المصرية بمبركة من القيادة السياسية مبادرة حياة كريمة ومؤسسة حياة كريمة تحت المبادرة دي مسؤولة عن تقديم رعاية صحية متميزة في القرى الأكثر احتياجا مهم نعرف أن النهاردة المبادرة دي يمكن لتعريف الأمم المتحدة تقريبا هي الأكبر من نوعها تمام؟ والأكبر في حجمها عالميا لأنها بتستهدف الريف المصري اللي هو بيمثل أكتر من 50% من الشعب المصري إحنا كأسر زينيكا وفي مجال تخصصنا وتقديم رعايات متقدمة ومتكاملة لمرة حساسية الصدر جات لنا الفكرة إن إحنا ليه ما نكونش شركاء لمؤسسة حياة كريمة وتقديم خدمة متكاملة لمرة حساسية الصدر سواء في الصغارين أو كبير